كلام الوزير العالي جاء على هامشي أزيارة التي قام بها إلى الإدارة العامة للطيران المدني في مطار الكويت واجتماعه مع المسؤولين في الإدارة لحثهم على تطوير قطاع الطيران لما له من أهمية في بناء اقتصاد وطني وقد أكد وزير الدفاع على ضرورة خلق فرص عمل للشباب من خلال عملية التطوير والتوسع في البنية التحتية لقطاع الطيران وما تنفذه الحكومة من مشاريع حيوية واقتصادية ضمن مجال الطيران المدنية خالد الفارس وتفاصيل الزيارة في التقرير التالي يعتبر قطاع الطيران المدني من القطاعات الاستراتيجية التي تسهم في نجاح خطط التنمية وبناء اقتصاد قوي يدعم الرؤية المستقبلية الرامية إلى تنوع مصادر الدخل وتأكيدا على ذلك قام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي بزيارة إلى الإدارة العامة للطيران المدني في مطار الكويت وعقد اجتماعا مع المسؤولين وحثهم على التطوير والتوسع لخلق فرص عمل شبابية إن قطاع الطيران المدني يعتبر من أهم القطاعات الاستراتيجية التي تسهم بشكل كبير في نجاح خطط التنمية وبناء اقتصاد وطني قوي يدعم الرؤية المستقبلية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل جديدة للشباب من خلال عملية التطوير والتوسع التي تقوم بها الحكومة في هذا القطاع والذي أضحى اليوم يشكل رقما صعبا في معادلة بناء المركز المالي والاقتصادي للعديد من الدول العالم المتقدمة إنما تشهده البلاد من تطور في سوق الطيران يأتي متزامنا مع الخطط الحكومية التي تهدف إلى تعزيز قدرات وإمكانيات هذا القطاع الهام والحيوي وذلك من خلال افتتاحها لمبنى الركاب تي فور وعملها القائم على إنجاز وتنفيذ مبنى مطار الكويت الدولي الجديد تي تو والذي سوف تسهم جميعا في تعزيز المكان المرموقة والدور الاقتصادي الحيوي لدولة الكويت وهو ما يدفعنا بدوره إلى دعم جهود الإدارة العامة للطيران المدني وتذليل مختلف العقبات التي تعوق سير عملية التوسع والتطوير والارتقاء فيها الإدارة العامة للطيران المدني قدمت عرضا حول مهامها ومسؤولياتها وقدمت كذلك إجازا لمشاريع تحديث البنية التحتية لمشاريع قطاع الطيران وإجازا حول رؤية الطيران المدني للسنوات القادمة كما جاء على لسان المتحدث الرسمي للإدارة قدمنا اليوم لمعالنا برئيس مجلسو زراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح عرضا وإجازا عن مهام ومسؤوليات الإدارة العامة للطيران المدني وكذلك قدمنا لمعالي الوزير إجاز عن المشاريع الحالية التي تقوم بها الإدارة العامة للطيران المدني لتحديث البنية التحتية لقطاع النقل الجوي في دوت الكويت وكذلك قدمنا إجاز لمعالي الوزير عن المشاريع المستقبلية التي تنوي الإدارة العامة للطيران المدني القيام بها خلال الخمس سنوات المقبلة وخلال هذا العرض الذي تم تقديمه اليوم عرضنا رؤية الطيران المدني لعشرين سنة القادمة تشرفنا اليوم بزيارة معالي الوزير الذي كان داعما لكل هذه الخطط والمشاريع وبعد نقل تبعية الطيران المدني لوزير الدفاع هناك دعم مباشر من معالي الوزير لهذه المشاريع وكذلك قدمنا خلال هذا العرض الموجز مهام ومسؤوليات الإدارة العامة للطيران المدني لتطوير البنية التحتية لدوت الكويت انسجاما مع رؤية كويت عشرين خمسة وثلاثين ولتحويل دوت الكويت إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة تبذل الإدارة العامة للطيران المدني جهدا كبيرا في ظل الظروف الصحية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع ساعية من خلال ذلك الجهد إلى خلق بيئة صحية في البلاد لحين تجاوز العزمة تأتي هذه الزيارة بالتزامن مع الخطط الحكومية الرامية إلى تعزيز قطاع الطيران في الكويت الذي يلعب دورا محوريا وهاما في تعزيز مكانة الكويت الاقتصادية من أمام مطار الكويت الدولي لقناة اي تي في العدالة خالد الفارس